قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إن المشاهد التي بثتها وكالة مهر الإيرانية لرفع ميليشيات الحوثية الإرهابية صور المدعو قاسم سليماني قائد فيلق القدس ومهدي المهندس قائد الحجد الشيعي العراقي على متن السفينة غلاكسي ليدر المختطفة في نوفمبر الماضي والتعليق بعبارة دمكم طوفان ليست مجرد حدث عابر فهذه الأحداث تقع في المياه الاستراتيجية للبحر الأحمر ما يؤكد الأهمية الجغرافية والتأثير على الأمن الإقليمي والتجارة العالمية ووضح الإرياني أن رفع صور سليماني والمهندس وكلاهما رموز بارزة في النشاطات الإقليمية الإيرانية يؤكد ما قلناه منذ اللحظة الأولى أن النظام الإيراني يقف خلف عمليات القرصنة وتهديد الأمن البحري ويبرز العلاقة المباشرة بين الحوثيين وطهران ويظهر أن الحوثي ليس سوى أداة بيد إيران تستخدم لتحقيق أهدافها الإقليمية وأن القضية الفلسطينية ونصرة غزة تستغل كذريعة للتغطية على الأعمال الإرهابية التي تمارسها إيران في المنطقة وطالب الإيراني المجتمع الدولي بتقديم دعم حقيقي لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة فخمة الرئيس الدكتور رشاد العليمي والحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية الشروع في تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية وسن القوانين التي تفرض العقوبات على قياداتها وتجميد أصولهم ومنع سفرهم ترجمة نانسي قنقر